تجري قوة دفاع البحرين تمرين القيادات حصن الوطن بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية خلال هذا الأسبوع وذلك في مختلف مناطق المملكة ويشكل التمرين تجربة تقييمية لسرعة ومستوى الاستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ آليات التعامل مع الآزمات وتحقيق العوامل التي تنشدها المؤسسات العسكرية في الارتقاء بالقدرات التنسيقية فيما بينها في مثل هذه الحالات كما سيشتمل التمرين على مراحل مختلفة لاختبار فعالية خطط العمليات المعدة للتعامل مع الآزمات بجميع أنواعها وتحديد أطر التعامل الأنسب معها وبما يعزز التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية ويأتي تنفيذ التمرين ضمن نهج تدريبي تنتهجه قوة دفاع البحرين للارتقاء بكوادرها من ناحية الجهزية القتالية والإدارية وتطوير القدرات الدفاعية مع القوات المشاركة إضافة إلى خلق قاعدة صلبة للتنسيق والتعاون المشترك مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر